لسه مع اخبار المارض الاحمر اللي حيبتدي من النهاردة رحلة راحة السلبية لمدة اسبوع بعد انتهاء مباراة اسموحة امبارح اللي فاز بها باربع اهداف لهدف الجولة ونقرر ان يحدد موسيماني برنامج النادي الاهلي بعد انتهاء فترة الاجازة من اجل التحضير للفترة القادمة والمعسكر المغلق اللي حيخوده الفريق بالامارات من بداية من دمانية ديسمبر المقوين ضمن تحضيراته لسه اناف الدوري الممتاز والتحديد لبطولة دوري ابطال افريقيا وكأس العالم للاندية والسوبر الافريقي موسيماني كمان حيستغل معسكر الامارات في تجهيز مجموعة من اللاعبين الشباب وتحضيرهم للاستعانة بهم في مباراة كأس الرابطة المحترفة وهي البطولة طبعا اللي حتستقام اثناء بطولة الامم الافريقية عشرين اتنين وعشرين زي زياد طارق وصالح نصر ومحمد فخري ومحمد المغربي وعبد الرحمن أشرح مانو محمد مصير وغيرهم من اللاعبين الشباب المميزين في قطاع النشئين المنتظر ضمهم لمعسكر النادي الاهل في الامارات كمان بيتطلع موسيماني الاختيار للاعبين دول في مراكز جديدة غير مراكزهم الاصلية طبعا تحسبا اللي استعانى بهم في مراكز جديدة وتعود غياب بعض اللاعبين الدوليين اللي هيستدعوم المنتخب بمشاركة فيها البطولة الافريقية مع منتخب مصر بالتأكيد كمان موسيماني بستعدل تجهيز كل اللاعبين البدلاء في معسكر الامارات وابرسهم محمود كهرباء وطهر محمد طهر ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد محمود وعمار حمدي وحمد عبدالقادر وحسام حسن اشتركوا في القناة